بك تجدد دادت حياتنا وولدنا من جديد يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق ملجأي في كل ضيق موسيقى استجابة لرغبة كهن رعية الروم الكاثوليك في السلط الأرشمندريت حكمة حددية للوقوف على احتياجات الرعية زار المدينة في وقت سابق المطران جورج لينغوى السفير البواوي في الأردن أنذاك وتبادل الحديث معا حول ضرورة إقامة كنيسة ثانية للرعية في هذا المكان الذي يجتمل على مغارة مسيحية تاريخية فأمر المطران جورج بتشكيل لجنة لجمع التبرعات من كافة المحسنين في الأردن ومن رعية الروم الكاثوليك في السلط على وجه الخصوص يا كنيسة يا مجيد أنت هي بيته وفيك نلتق الإداء ونستمد منه الحياة وبالفعل تم جمع المال وبوشرة في بناء الكنيسة في هذه المنطقة المسمى بأم عطية إضافة إلى كنيستهم الأولى سيدة البشارة للروم الكاثوليك الواقعة في شارع الميدان وهذه الكنيسة الجديدة رغم حداثتها إلا أن مكانها يعد من المواقع التاريخية في مدينة السلط أنت هي يا فلك روح من ملجأ لكل الخطار الآن إحنا في منطقة أم عطية هذه المنطقة هي أول ما بدأنا كنيستنا في السلط لأنها كانت منطقة القبور بقبور للروم الكاثوليك لطائفة الروم الكاثوليك لأنه بالسلط للاتين في مقبرة للروم في مقبرة وفي روم الكاثوليك مقبرة والبرستانت في مقبرة إذن هذا الملك تابع لكنيست الروم الكاثوليكي فلذلك كان فيه هنا مغارة مغارة كان يضعوا فيها الأطفال بشأن الأطفال الميتين يضعوا فيها المغارة بعدين جاء أبونا معين وفكر أنه يعمل من المغارة شيء كويس جداً نضف المغارة ورتب أمورها وقام كل الأعفش اللي فيها من خشاب من توابيت من كده تضفهم وبعدين انتقل من هنا إلى مادبة أبونا معين مهدي للطريق جئت أنا على هذا المكان وهي الطريق الآن قلت أنا بنا نعمل كنيسة عزمت السفير البابوي لانجوين المسونيور لانجوين عزمته على الصلو شاف أنه بحاجة إلى باركينج وبحاجة إلى كنيسة لغير كنيسة البلد فلذلك أعطاني الدول الأخضر أن نعمل هنا كنيسة وبعد تتشينها على يد المطران ياسر العياش في التاسع عشر من شهر كانون أول لعام 2014 أصبحت كنيسة حاملات الطيب في الصلط جهزة لإقامة الصلوات والقداديس الدينية وأحياء المناسبات المختلفة لكافة أبناء الرعاية المحسنين في المنطقة تشينها صاحب السيادة المطران ياسر عياش بـ 14 أو 19 أو 12 2014 وكان احتفال جميل جداً بحضور السفير البابوي المنسونيور لانجوين الذي هو تبرع لبناء هذه الكنيشة وكان الاحتفال يحضره جميع الضوائف المسيحية بالصلط وحتى رئيس البلدية وبعض من رجالات السخوان الإسلام حضروا الاحتفال وأعضاء البلدية والآن جميع السواح اللي يجوا على الصل يوجد مفتاح لهذا الكنيسة البلدية بساعة إذن فرجوهم أيضاً هذا المكان أصبح مكان محط للسواح وحقيقةً كما ترون هذا المكان يحتفظ بطابعه الخاص ما أدخلنا عليه إلا بس المقدم الكنيسة المدخل ولكن كمغارة بكت كمغارة فقط نظفناها بالرمل ولكن تضاريس المغارة هي هي وجمالها هو هو موسيقى 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 وجدنا هنا أولاً كتب قديمة اللي كانوا يصلوا فيها موجودة عندي العادة بعدين ورسائل بعض الرسائل بالخط اليد رسائل الأب سمور وخصوصاً أيضاً السجل العمات القديم اللي بذكر من تعمد أول ناس بهذه الكنيسة بهذا المغارة بعدين بالكنيسة بتحتها هذه حقيقة عندنا ما زال هذه موجودة في الخزائن الكنيسة موسيقى 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 وأوضح الأب حدددين أن سبب تسمية هذه الكنيسة بحاملات الطيب جاء إكراماً لنساء الصلط المسيحيات لما لهن من فضل كبير في إعداد جيل واع من الأبناء قادر على حمل رسالة السيد المسيح وماض في خدمة وطنه بأمانة وإخلاص سمينا هذه الكنيسة حاملات الطيب لأنه أول ما زار يسوع المسيح وهو قبر حاملات الطيب وإذا هن أخذنا البشرى أن يسوع المسيح قام وهناك مقبرة من يأتي إلى المقبرة أكثر شيء هن النسوة فلذلك إكراماً لأمهاتنا ولا النسوة سميناها بحاملات الطيب موسيقى موسيقى عندنا هناك على يميني عالياً مغارة صغيرة كانت هي من المغارة هون المختار رامن شوات قال لي أبونا هذا بدي أعمله مزار كبيت لحن يكون فيه العجسة مجسمة تذكرنا بطفل المغارة والعائلة المقدسة والمجوسة فحقيقةً المختار رامن شوات تبرع كل ما يلزم هذه المغارة وهندسة هو وعملنا حقيقةً هذا المزار داخل المغارة الكبيرة بك تجدد دادت خياتنا وأولدنا من جديد يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق ملجأي في كل ضيق